السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد المانغو المانغو فاكهة استوائية اسمها العلمي منشفيرا انديكا تتبع الفصيلة البطمية أناكار دياسي موطنها الأصلي الهند وكانت معروفة عند العربي قديما بالأنباج كما في المعجم الكبير ووردت بلفظ المانجا كما في المعجم الوسيط الوصف النباتي المانغو شجرة مستديمة الخضرة كبيرة الحجم تبدأ بالإثمار عند عمر ثلاث سنين وتعمر حتى سلاثمائة سنة الجزور تتعمى كسينة في التربة الأوراق رمحية ذات خطوط عريضة ملونة على سطحها الأزهار نورات حمراء أو صفراء كل زهرة خمس بثلات تزهر المانغو من كانون الثاني حتى أهزار السمرة حستة تختلف في لونها فهي إما حمراء أو صفراء أو خضراء أو برتقالية اللب أصفر والسمراء إما مشعراء أو ليفية طعمها حلو أو حامض الاحتياجات البيئية تزرع المانغو في البقع المشمسة والأراضي الخصبة جيدة الصرف أماكن الزراعة تزرع المانغو في الهند وإفريقيا وحوض البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وفي العالم العربي تزرع في مصر واليمن والسودان والجنوب السعودية في الجهازان فوائد المانغو واحد بالنسبة للأوراق يمكن أن تستخدمها مع الشاي وطهيها مع بعض الأطعمة اثنان سمار المانغو غنية بموضاضات الأكسادة الضرورية ثلاثة مهمة لصحة العين ثلاثة تدعم شهاز المناعة بالجسم أربعة حماية القلب من جهة لوجود المانجيفيرين التي تحمي خلايا القلب من الجهة التأكسدي والالتهابات وموت الخلايا ومن جهة أخرى المساعدة على خفض الكوليسترول والحمود الدهنية الحرة بالدم خمسة تحتوي على حمود الفوليك الضروري لدماغ الجنين والحبل الشوكي ستة تعزيز صحة الشعر والحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من التجاعد والترهولات شكرا لحسن المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة وإلى اللقاء ودمتم سالمين